لا تبقي ولا تذر واقع الحال الذي أوجدته الحرب الإسرائيلية في غزة وعدوانها الذي دمر الأخضر واليابس وخلف خسائر بشرية ومادية غائرة فقد تحولت غزة إلى 42 مليون طن من الأنقاض المبعثرة في مختلف أنحاء القطاع وفقاً للأمم المتحدة نتيجة لتضرر أكثر من 70% من المساكن والمباني هذا الأمر جعل خبراء هندسيين يصفون مهمة إعادة إعمار غزة بشبه المستحيلة وأشارت تقديرات دولية وأممية إلى أن إعادة إعمار القطاع تفوق 80 مليار دولار أما إزالة الأنقاض فتظهر التقديرات أنها قد تستغرق سنوات طوال بتكلفة تقارب 700 مليون دولار بحجم أنقاض يكفي لتعبئة صف من شاحنات النفايات الكبيرة يمتد من نيويورك إلى سنغافورة وتزداد المهمة تعقيداً وعسراً بسبب وجود قنابل وملوثات خطيرة وبقايا بشرية تحت الأنقاض وعلى سبيل المثال ففي خانيونس وحدها تتعين إزالة ما لا يقل عن ثمانية أطنان ونصف من الأنقاض في حين يزداد الوضع خطورة في شمال القطاع والمناطق المحيطة به التي تعرضت لأضرار جسيمة حيث تستحوذ على أكثر من نصف الأنقاض في قطاع غزة بأكمله من جانبها توقعت الأمم المتحدة أن يستغرق التعافي من الدمار الهائل وغير المسبوق الذي لحق بالقطاع بسبب العدوان نحو ثمانية عقود وكأن الدمار الشامل لا يكفي لتأتي الخسائر الاقتصادية فتزيد الطين بالله حيث تكبد الاقتصاد الفلسطيني خسائر فادحة جراء العدوان المستمر منذ أكتوبر الماضي فقفزت نسبة البطالة إلى نحو ثمانين في المئة بحسب الأمم المتحدة بينما هوى الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بثلاثة وثمانين ونصف في المئة في قطاع غزة واثنين وعشرين فاصل سبعة في المئة في الضفة الغربية خلال الأشهر الثمانية الماضية شيمة عاصم تارة عربي